وعشرين الديئة الاخيرة لسه معرفناش الوقت بادر الضيع في ضربة حرة مباشرة في منتصف ملعب المنتخب المغربي منتخبنا بعد الهدف اللي دخل مرمانة اصبح مسيطر تماما على احداث اللقاء اللعب كله على حدود منطية جزاء المنتخب المغربي وضربات حرة ورميات تماس كلها بتلعب داخل منطية جزاء المنتخب المغربي دلوقتي ضربة حرة مباشرة وترفعت حلوة قوي جوه المنطقة لكن الحارس مرمى المنتخب المغربي حارس جيد على فكرة علاء بالعروش بيطلع ياخدها من اعلى نقطة بنلعب في 25 ثانية اخيرة من احداث اللقاء في كل الاحوال في كل الاحوال وانتخبنا الوطني اللي قبل بلاء حسنا في المباراة النهائية في ملعب الامير مولاي عبدالله والمباراة النهائية امام المنتخب المغربي ما زالت النتيجة التقدم 2-1 لمنتخب المغرب والهدف التقدم جي من فاول الحياة كان قاسي جدا لا اساسا له من الصحة دي واحدة وقت بدل ضايع دخلنا فيها وهجمة تانية 3 دقايق وقت بدل ضايع وفرصة تانية لمنتخبنا الوطني او هجمة تانية عشان اكون اضق في التعبير لمنتخبنا الوطني واطع من على حدود منطية الجزاء وفاول او لمسة اتعامت على طول ناحية اليمين هتترفع تاني داخل منطقة عملت حلوة اوي رحنا بها تاني على ناحية اليمين ممكن تترفع مرة واحدة جوه منطية الجزاء ياريت نرفع عملت حلوة اوي جوه المنطقة لكن بيأمن عليها دفاع المنتخب المغربي وسقوط لاحد لاعبينا داخل منطية الجزاء واعتراض من لاعبي منتخبنا الوطني بيطلبوا بضربة جزاء حنشوفها دلوقتي من اجوره لكن اعتقد انه ما كانش فيها حاجة على الاطلاق الحكم كان قاسي على منتخبنا الوطني النهاردة الحقيقة شوية جماهير بحي سلوكا الحقيقة الجماهير المغربية يمكن زاستين تلاتة كده ترموا وساعة ترمي التماس لكنه هم بيشجعوا منتخبهم مشوف اللعبة كده مرة تانية هل في حاجة لصالح اجوره لا مفيش حاجة خالص داخل منطقة الجزاء سقط داخل المنطقة بتتعاد مرة تانية وتالتة وربعة لا مفيش فيها اي حاجة وخلصنا الديئة الاولى من الوقت بدل الضايع وياريت يقوم اجوره لان احنا في عرض ثانية حكم يعني ادى تلات دقايق كويس ان ادى تلات دقايق فمش محتاجين انه وقت يضيع مرة تانية وميكالي كان اجرى تغيير طلع محمود جهاد اللي كان نزله وكان نزله تكتكيا بسبب الطرد يعني فيبقى واجب دفاعي بعد ما دخل مرمونا الهدف التاني دفع بمصطفى سعد ميسي بديلا لمحمود جهاد عشان يزود الناحية الهجومية شوية لمنتخبنا الوطني مازال رجالتنا والجدعان بتوعنا الحقيقة بيحاولوا ميكالي طبعا غير راضي مش على فرقته غير راضي على التحكيم في المباراة لانه خلاص الدقيقة التانية قربنا ننتهي منها واحنا اللي ضيعناها الحقيقة بسقوط ملوش لازمة من اجوره واحنا كنا هجمين وضغطين ودائما نستغل هجومنا ده بس ما زلت الحقيقة عندي علامة استفهام نحو خروج ابراهيم عادل من المباراة لانه هو الافضل هو ابراهيم عنده خبرات ما شاء الله لعبه في بيراميز لعب المباراة الافريقية مع فرقته والحقيقة كان بيقدي بشكل رائع كان شايل يعني حمل كبير هجوميا لمنتخبنا الوطني تحسوا ان العيب تقيل في الملعب بيقود هجوم بشكل جيد جدا منتخبنا دلوقتي بدأ يلجأ للكرات الطويلة على حدود منطقة الجزاء وبناخد كتير منها الحقيقة يعني بناخد كتير من هذه اللعبات في كرة لو راحت بشكل كويس ممكن تعمل خطورة ومازال لها خطورة على حدود منطقة الجزاء لكن تغبط في مهاجم منتخبنا الوطني وتطلع الى ضربة مرمى بنلعب في اخر 15 ثانية من الوقت بدل الضائع اللي فيه وقت بدل ضائع تاني بدأ لعبة المنتخب الوطني بيشورل زملائهم المغربي انه الوقت انتهى وبدأ فيه نوع من انواع الاحتفالات للمنتخب المغربي خارج الملعب لكن لسه المباراة لم تنتهي وطبعا وضح الخسارة على وجوه لعبتنا وكده الوقت الاصلي انتهى تماما وبالفعل يطلق الحكم الكيني صافرة النهاية معلنا فوز المنتخب المغربي بالبطولة بنبارك طبعا لاخوانا الاعزاء في المغرب الشقيق وهارض لك لرجالتنا هارض لك بصراحة لولدنا بصراحة يعني كفيته ووفيته ومأثرته على رأي اخواتنا في الخليج صحيح خسرنا اللقب قدام المنتخب المغربي الشقيق لكن الاهم من وجهة نظري كان ان احنا نتأهل للورمبياد باريس لانه قبل التصفيات كان ناس كتير جدا خايفة وشايفة ان الجيل ده اقل بكتير من اجيال سابقة يمكن في البداية مواجهة سواتيني صعدنا بطلع الروح وبعدين كسبنا المنتخب الزنبي في المرحلة النهائية للتصفيات لكنه لما وصلنا له هناك بعد ما كسبنا هنا 2-0 واتعدنا هناك بدون اهداف لما تعاملت القرعة لكل ستابشر خير النيجر ومالي والجابون حاجة كده زي الفل رجعت الناس يمكن تشأم التاني لما تعدنا في المباراة الاولى مع النيجر في طنجة والكل افتكر بقى الفصول البي خلي بتحصل مع منتخب الناشئين وبعده مع منتخب الشباب بس بصراحة الرجالة رجعوا تاني واكدوا انهم ادها وقدود لما كسبوا منتخب مالي القوي جدا منتخب مالي فيهم عدد كبير جدا من المحترفين سواء في انجلترا او ايطاليا او فرنسا او ألمانيا كسبناهم 1-0 انتعارفين منتخب المغربي كسبهم بالعافية بالعافية الحقيقة بضربات الترجيح وبعدها كسبنا الجابون 2-0 كان فاضل على الحلم تكة وكان انظر على منتخب غينيا اللي برضو معاها عدد كبير جدا من لعيبة المحترفين 13 منهم في أوروبا وكالعادة قدرنا نكسب بهدف ولا أجمل ولا أحلى ولا أروع للواعد محمد شحاته وحجزنا اول بطاقات افريقيا في عصمة النور في باريس على فكرة دي المشاركة الولمبياد تانية لمصر في باريس بعد 100 سنة احنا شاركنا 1924 في دورة باريس بالنجوم كامل طاها وفقاد الجميل واحمد سالم ورياض شوقي وعلي الحسني وعبد السلام حمدي ومحمود واخوه سيد حودة وعلي الرياض ورزا الله حنين وابراهيم يكن والأسطورة الأسطورة الكبيرة جدا حسين حجازي ده كان لعيب وكان مدير فني في نفس الوقت كسبنا المجر في دورة 16 خسرنا من السويت في دورة 8 في باريس 24 وعشرين ان شاء الله هيبقى النجوم حمزة علاء واحمد عيد ومحمد طارق واحسام عبد المجيد وحاتم سكر ومحمد شحاتة وكوكة ومحمود صابر وسما فيصل وقطة ومصطفى سعد والقائد الجميل إبراهيم عادل ولازم أقول لكم بقية أسماء الأولاد احنا حمزة علاء وعلي الجابري ومحمد أحمد السيد ومحمد أشرف ومحمد مغربي وحسام عبد المجيد وحاتم سكر ومحمد سمير وإبراهيم عادل ومحمد صابر وأمد ميهوب وأحمد نبيل كوكة ومصطفى سعد ومحمد شحاتة ومحمد جهاد وعلي زعزع وأحمد فوزي وأحمد عاطف وعبد الرحمن عاطف وأسامة فيصل هي أول هدف يدخل في مباراة رسمية في صفوف منتخبنا الوطني الهدف اللي جه في الشوت الأول بعد ما كنا كسبنين وتعرضنا لحالة طرد تبدو قاسية سجله الهدف الأول ثم نجح البديل أسامة رجالين في إحراز الهدف الثاني من ضربة حرة مباشرة وفي مرمى واحد من أهم من جوم البطولة على الإطلاق وبقولها بالفهم المليان حمزة علاء اللي بكى بكاء مرير بعد مباراة غنية وكان رجل المباراة الأول واستحق عن جدارة أن يكون نجم المباراة حقيقة ولادنا اللي لعبوا 18 مباراة فازوا في 11 وتعادلوا في 6 خسروا مباراة وسجروا 22 وسكن شباككم 6 أهداف ده بالماتشاط الودية لكن احنا رسميا دي أول أهداف تدخل مرمانة الجميل أن أولادنا بعد الصفارة راحوا سلموا على لعبة المنتخب المغربي بمنتهى الاحترام وبمنتهى الرقي وبمنتهى الخبرة كمان الجميل أن رجيرو مكالي الحقيقة قدر يقود المنتخب بمنتهى الهدوء خطوة بعد خطوة لحد الوصول للمباراة النهائية أكيد زعلانين وأكيد متضايقين وأكيد مش مبسوطين وأكيد غضبانين وأكيد حسين إن كان هناك الأفضل والأحسن بس والله ما أسرته بنقطة عرق والله يا أولاد ما عملته يعني أنا أكتر وعدنا بكون أمين في كلامي يعني ما أسرتوش في نقطة عرق مباراة النهائية كسبانين 1-0 بعد 15 دقيقة واحد من أهم اللعيبة اللي مسجل واحد من أجمل بعد 15 دقيقة طرد يبدو قاسي الهدف الثاني هدف الفوز اللي جيه في الوقت الإضافة الأول من ضربة حرة خارج منطقة الجزاء لا أساسة لها من الصحة على الإطلاق لكنه زي ما بقول دايما هذه هي كرة القدم بنقبالها بحلوها وبمرها وإنتوا عملتونا 3 تربع الحلو إن إحنا وصلنا للأولمبياد وإن إحنا وصلنا للمباراة النهائية وإن إحنا لعبنا للمباراة النهائية وإن إنتوا شرفتونا قدام الناس كلها وعصام شوالي الحقيقة مشكورا إدى للمنتخب الوطني حقه تلت ومتلت لأنه هم بصراحة يعني عملوا اللي عليهم زيادة هم ما أسروش في حاجة هم عملوا كل حاجة أنا ما بحبش أتكلم على الظلم التحكيمي لكنه أنا بنق الواقع أنا شفته قدامي اللعبة قد يعني البعض يقول إنها تستحق الطرد لكنه أنا شايف إنها كانت قصية بعض الشيء ده من وجهة نظري أنا الشخصية يمكن من تعطفي يمكن من حماسي ممكن أكون مبالغ شوية لكن المؤكد إن الضربة الحرة اللي جي منها الهدف التاني لا وجود أصلا لضربة حرة على حدود منطقة الجزاء اتحاد الإفريقي بعد اعتزال واستبعاد عدد من الحكام الكبار اللي كنا بنشوفهم بدأ يدي الحكام للصف التاني والحكم الكيني يمكن لسه جديد شوفناه في البطولات الإفريقية وحكم عدد من المباريات لكنه بنقول لولادنا مش عايز أقولهم هردلك عايز أقولهم مبروك التأهل عايز أقولهم مبروك الصعود عايز أقولهم جدعان عايز أقولهم رجالة عايز أقولهم محترمين الحقيقة المنتخب المغربي بيحتفل وسط جماهيره وبنهني بدل المرة ألف مرة البطولة لم تخرج برانا يعني احنا والمغرب إخوات وأشقاء وصحاب وأصدقاء وكل حاجة فبنقولهم ألف مليون مبروك يستحقوا الفرحة والسعادة وصام الشرعي المدير الفني للمنتخب المغربي بنقوله ألف مبروك الكرة المغربية بتعيش أزهى أيامها كاس العالم للكبار المغرب واخد رابع كاس العالم بعد معقصة منتخبات من العيار الثقيل زي أسبانيا وزي البرتغال وخسر بصعوبة مباراة الترتيب مباراة المركز التالت وخسر بصعوبة أمام فرنسا مباراة نصف النهائي الأندية المغربية لها باع طويل جدا في البطلات الإفريقية عندك الوداد وعندك الرجاء وعندك نهضة بركان وعندك الجيش الملكي وعندك أندية كبيرة جدا في المغرب الشقيق لكن احنا عندنا الأهلي وعندنا الزمالك وعندنا بيريماز وعندنا فيوتشر وعندنا أندية كبيرة جدا عندنا النادي الأهلي اللي محقق اللقب 11 مرة أخرهم منذ أيام ليست بالبعيدة من أمام الوداد في المغرب الشقيق ولو كنا أكملنا المباراة ب11 لعب لكان للبطولة رأي آخر أو للكأس كان من الممكن أن تتحول من المغرب إلى القاهرة لكن زي أنا بقول لكم في بيتها يعني ما راحتش بعيد قوي عننا وإحنا الحمد لله موجودين وإحنا موجودين في الأولمبياد وده شيء أكتر من رائع بالنسبة لمنتخبنا الوطني مرة تانية برافو يا أولاد جدعان يا أولاد شرفتونا حققتوا الهدف الأول وهو الوصول للأولمبياد وصلتوا للمباراة النهائية كنتوا قاربين من حصد اللقب بزلتوا كل ما عندكم من جهد ومن قوة كسبتوا احترام الجميع رحتوا عدد كبير جدا من ناس ما عرفش أسمائكو رجعينوا ناس كتيرة جدا عارف أسمائكو حيتم تكرمكو لما قدمتموه الحقيقة من نجاحات في هذه البطولة إن شاء الله منكو في باريس أداء أفضل ونستنى منكو نتائج أفضل بإذن الله سبحانه وتعالى لأن احنا لنا في الأولمبياد تاريخ كبير جدا بقفل صفحة المنتخب الوطني الأولمبي أروح لفضل